أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تولي مصر رئاسة اللجنة التوجهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية نيباد لعامي 2023 و2024 جاءت في ظرف بالغ الدقة وتزامنت مع تغيرات ملموسة على المستويين الدولي والأقليمي على الأصعادة السياسية والاقتصادية بما بات يتطلب تكاتف جهودنا لمواجهة التحديات التي تواجه شعوب القرى وتؤثر على قدرتنا على الاستمرار في المسار التنموي لدولنا الإفريقية جاء ذلك خلال كلمته في البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الإفريقي الإنمائي نيباد في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري تحت مضلة أجندة 2063 حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه اتصالا بما تقدم وضعت مصر أمام عينها أهدافا محددة خلال رئاستها للنباد ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي واقتراح حلون لمواجهة التحديات القائمة وهي الأولويات التي سيتم العمل على تنفيذها عبر التنسيق مع سكرتاريا تنباد برئاسة المديرة التنفيذية ناردوس بيكيلي ومن خلال التشاور المستمر مع دول الأفريقية الشقيقة بما يعمل على تسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية 2063 وعبر الاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية لما في ذلك شركات القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية والطاقة والاتصالات وهي على أتم استعداد لتوفير الدعم اللازم للدول الأفريقية الشقيقة في مسارها التنموية هذا وقد استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي أبرز الأولويات المصرية لرئاسة النباد على مدار العامين المقبلين والتي يأتي في مقدمتها سرعة الانتهاء من الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة التنمية الأفريقية 2024-2034 واستمرار جهود حجد الموارد المالية في المجالات الذات الأولوية وعلى رأسها تطوير البنية التحتية وتكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية من أجل إيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة بالإضافة إلى الإسراع نحو تحقيق الأمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القرية ترجمة نانسي قنقر